زئبة حمرة نحن أساساً نعمل فحوصات لكي نتطمن ونرى المريض فعلاً عنده زئبة حمرة من ضمن هذه الفحوصات سنعمل سورة دم سورة سرعة ترسيب سنعمل سيرة أكتب بروتين السيرة أكتب بروتين عاداً يبقى طبيعي لكن سرعة الترسيب عاداً يبقى عالية كذلك نعمل فحص بول نعمل وظائف كلا ووظائف كبد نعمل أشعة مقطعية على الرئة نعمل موجات صوتية إيكو على القلب لكي نرى حالة القلب أخبارها هذه كل الأشياء تساعدني خصوصاً لو عملت الأجسام المضادة الذاتية مثل الانتي دابل سرينس دين ايه كل الأشياء تساعدني في تشخيص مرض الزئبة الحمرة هذا المرض أولاً كان فيها صعوبة في التشخيص هذه المريضة جاءت عمرها حوالي 21 سنة وكانت أصيبت قبل كده بجلطة ولم تعرف أنها زئبة حمرة عندما كشفت عليها وابتديت أشك وعملت التحاليل اتضح أن هذه المريضة عندها زئبة حمرة من الأول لكن لم يتم اكتشافها وحدثت مضاعفات ومن ضمن المضاعفات كما قلنا جلطة ولم أحد اكتشف أن هذه مريضة زئبة حمرة ترجمة نانسي قنقر